مرض هبوط عضلة القلب يمكن اهم حاجة بنعتمد عليها في تشخيص المرض هبوط عضلة القلب هي الفحوصات الاكلينيكية والحاجات التشخيصية المساعدة اللي اهمها اشعة الايكو او الموجهات الصوتية لعضلة القلب ودي اللي بناء عليها بنحدد الكفاءة بتاعة عضلة القلب وبيتم تشخيص هبوط عضلة القلب عن طريق اشعة الايكو احنا فيه ارقام عمتا بتبقى عارفينها انه البني ادم الطبيعي اللي هو عنده كفاءة الانقباط بتاعة البطين اللي هي فوق ال 55% لو قلت عن 55% مصحوبة باعراض ده بنسمي هذا المريض عنده هبوط في عضلة القلب الارقام اللي احنا بنقسمها زمان اختلفت حاليا لكن اللي هو الرقم الحالي المهم بالنسبة لنا احنا كمرضى نبقى عارفينه اللي هو لو كفاءة العضلة بتاعة القلب قلت عن 40% هو ده اللي بنسميه هبوط في العضلة بتاعة القلب او صور في الكفاءة الانقباضية لعضلة القلب طرق علاج هبوط عضلة القلب متعددة وكثيرة لكن في الفترة الاخيرة ظهرت ادوية جسيرة قدت الى تحسن النتائج وتحسن وتقليل الوفيات في هذه النوعية من المرضى اللي كانت للأسف حتى فترة سابقة ما عندهمش اوبشنز كتير او اختيارات متعددة في العلاج اهم الادوية اللي نزلت حديثا هي دواء جديد اسمه ساكيو بتريل فالسرتان وده عبارة عن دواء مكون من مجموعتين من الدواء والدواء ده ادى الى نتائج مزهلة في تحسن الكفاءة بتاعة العضلة بتاعة القلب وتقليل الوفيات وتقليل دخول المستشفى اللي هو يمثل العبء الرئيسي او السبب الرئيسي للوفاة في المرضى بتاعة هبوط عضلة القلب في مجموعات اخرى من الادوية اللي احنا بنسميها البيتا بلوكر ودلت وظيفتهم كثيرة ان هي بتقلل ضربات القلب في الدقيقة فبالتالي بتدي فرصة للعضلة بتاعة القلب ان هي تستفيد بكل الاكسجين وكل الدم اللي وصل لها وبيقلل الحملة على العضلة بتاعة القلب وطبعا اهم حاجات في العلاج الهبوط عضلة القلب ان احنا ما ننساش ان احنا نعالج السبب يعني لو المريض عنده قصور في الشريان التاجي لابد ان احنا نعالج هذا القصور في الشريان من باب تحسين الكفاءة بتاعة عضلة القلب لو المريض عنده مشكلة في صمامات القلب لابد أن نعالج هذه المشكلة سواء بتدخلات جراحية أو تدخلات حالياً بالأسطرة زي المرضى لكبار السن اللي عندهم في ضيق في الصمام الأورتي دلوقتي يبقى عندهم احتمالية أن هم يعملوا توسيع للصمام الأورتي عن طريق الأسطرة خاصة لو المريض الجراحة التدخلية تمثل عليه خطورة عالية لو واحد عنده مشكلة أخرى تمثل عبق العضلة بتاعة القلب باللابد أن نعالج هذه المشكلة من باب أن نحسن كل الطرق المتاحة لهزم أهم حاجة برضو أن نحن ما ننساش أن في حاجات مكملة للعلاج بتفادي جداً في أن نحن نحسن عرض يعني إحنا لو عندنا مريض إحنا عاديين نديله في أدوية لتحسين العضلة ولتقليل الأكسجين لتقليل العب على عضلة القلب ما يبقاش المريض قاعد يأخذ غزاء غير صحي يعني الإكسار من الأملاح حاجات اللي فيها مالح كتير زي المخللات والحاج الشيبسي والكانز والحاجات اللي فيها نسبة أملاح عالية دي بتؤدي إلى تدهور في حالة المريض بتاع هبوط عضلة القلب مهما كان بيأخذ من أدوياته وبانتظام حاجة التانية المهمة المسكنات مجموعة المسكنات اللي تستخدم عمار على بطالة عندنا زي مجموعة اللي نسميهم نانستيرويدل دولت مهمين جداً أنهما ما يفعش مريض هبوط عضلة القلب أنهما يأخذهم يعني دولت بيزودوا في احتباس البول واحتباس الأملاح في الجسم وبالتالي بيؤدوا إلى تدهور في حالة المريض الصحي بعض أدوية السكر التي كانت تستخدم سابقاً دا للأسف هي الحمد لله يعني مش موجودة حالياً بس فيه بعض مجموعات من أدوية السكر ما يفعش أن هي مريض هبوط عضلة القلب يأخذ فبالتالي أنه أي مريض عنده هبوط عضلة القلب لابد أن نستشير طبيب السكر بتاعنا قبل ما نكتب له أي دوة لتنظيم السكر وحاجة أخرانية مهمة بننصح بيها دايماً اللي هو المريض هبوط عضلة القلب اللي هو الرياضة اللي هو فيه كورسات حاجة اسمها ريهابيليتيشن لمريض هبوط عضلة القلب والرياضة المشي بفترات معينة وتمارين معينة دي بتحس من كفاءة العضلة بتاعت القلب وبالتالي بتقلل دخول المستشفى وبتقلل الوفاية في مرضى هبوط عضلة القلب وشكراً ديكم